مرحبا بكم في درس الصرف والتحويل الذي عنوانه جمع التكسير أقرأوا وأفهموا استقامت للفتاة دروسه في الصربون فجعل يفهمها كما يفهمها الطلبة الفرنسيون وفتح له باب من أبواب الأمل بعد أن كان يمتحن بأثقال هذه الحياة مجاهدا ما استطاع الجهاد مروعا بين حين وحين بهذا اليأس الذي كان يتراء له من وقت إلى وقت فيشقيه ويضنيه ما الذي استقام للفتاة في الصربون إذن استقام للفتاة أو استقامت للفتاة دروسه في الصربون هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الأول استقامت للفتاة دروسه في الصربون وفي السؤال الثاني ما الذي فتح له إذن فتح له باب من أبواب الأمل فتح له باب من أبواب الأمل وفي السؤال الثالث بماذا كان يمتحن بماذا كان يمتحن إذن كان يمتحن بأثقال هذه الحياة يمتحن بأثقال هذه الحياة هذه هي إجابة السؤال الثاني نمر إلى فقرة أكتشفوا أبني ألاحظوا الكلمات المكتوبة بلون مغاير وأتم الجدول بالنسبة لفرنسيون فمفرده فرنسي ومجاهد جمعهم مجاهدون في المجموعة الثانية دروس مفردها درس طلبة ومفردها طالب وأبواب مفردها باب وكذلك أثقال ومفردها ثقل بالنسبة للسؤال الأول ما نوع الجمع في المجموعة الأولى كما تلاحظون فرنسي جمعها فرنسيون فالكلمة المفرد لم يقع على أي تغيير بل قمنا بإضافة واو ونون إذن فهو جمع مذكر سالم وكذلك بالنسبة لمجاهدون فقد قمنا بإضافة واو ونون إذن هذا النوع من الجمع يسمى جمع المذكر السالم ونقول نوع الجمع في المجموعة الأولى هو جمع مذكر سالم في السؤال الثالث ما التغييرات التي طرأت على المفرد لما حولناه إلى الجمع نعم فهنا في المجموعة الأولى التغييرات التي طرأت وهي إضافة واو ونون إلى المفرد هذا هو التغيير الذي وقع حين غيرنا الإسم من المفرد إلى الجمع قمنا بإضافة واو ونون إذن في السؤال الرابع أقارن بين الجموع في المجموعة الأولى والجموع في المجموعة الثانية وأذكر الفرق بينها بالنسبة لجموع في المجموعة الأولى فصورة المفرد لم تتغير في حين في المجموعة الثانية هناك عدة تغييرات وسنقوم بتفسيرها إذن الجموع في المجموعة الأولى لم تتغير صورة وحروف المفرد أما في المجموعة الثانية فقد تغيرت صورة المفرد حين تحول إلى الجمع ففي كلمة دروس تم إضافة واو إلى درس واو قبل الحرف الآخير وفي طلبة تم حذف الألف من طالب وزيادة تاء في آخر الكلمة أما في أبواب فقد تم إضافة ألف ألف الأولى وألف قبل عفوا والواو تم إضافة ألف في أول الكلمة وواو في وسطها بالنسبة لأثقال تم إضافة ألفين ألف في الأول وألف قبل الحرف الآخير إذن تمت إضافة ألف ومد طويل إلى ثقل وهو ما نراه هنا هنا تم إضافة هذه الواو وفي طالب تم حذف الألف وإضافة تاء مربوطة في آخر الكلمة وهنا أبواب تم إضافة ألف هنا في أول الكلمة وواو في وسطها بالنسبة لأثقال هي أيضا تم إضافة ألف في الأول وألف في الحرف ما قبل الأخير إذن خامسا ما التغييرات التي طرأت على كل مفرد لما حولناه إلى الجمع في المجموعة الثانية وهي هذه التغييرات التي تطرقنا إليها قبل قليل ماذا نسمي هذا النوع من الجمع؟ نسمي هذا النوع من الجمع؟ جمع التكسير يسمى جمع التكسير نمر إلى السؤال السابع ألاحظ الجمع التالية في الجدول وأتم أبواب ألسنة أبحور فتية علوم أصدقاء كرماء وكتاب إذن ما اسم الجمع في المجموعتين؟ كما تلاحظون فالجمع في المجموعتين يسمى جمع التكسير فنقوم بملء هذا الجدول بالنسبة لباب جمعها أبواب ووزنه أفعال بالنسبة للسان فجمعه ألسنة ووزنه أفعالة بحر جمعه أبحر ووزنه أفعال بالنسبة لفتاة فجمعه فتية ووزنه أفعالة ووزنه أفعالة بالنسبة لعلم علوم جمعه فعول هو وزن الجمع صديق أصدقاء أفعالاء ووزنه كريم ووزنه كرماء على وزن فعالاء ثم كاتب جمعه كتاب على وزن فعال وقد قمنا بذكر أوزاني كما في السؤال التاسع أذكر أوزان الجمع في المجموعتين وهي هنا وبالنسبة للسؤال الثامن نعود إليه ما اسم الجمع في المجموعتين ففي المجموعة الأولى يسمى جمع القلة وفي المجموعة الثانية يسمى جمع الكثرة نعم سوف نقوم باكتشاف الأوزان التي تنتمي إلى جمع القلة بالنسبة لجمع القلة فهناك فيه أربعة أوزان وهو فعلة على مثل صبية وفتية وأفعلة على وزن نعم على وزن أفعلة مثل أطعمة وأرغفة وكذلك على وزن أفعال مثل أقلام وأثواب ووزن أفعل مثل أعين وأرجل بالنسبة لهذه الأوزان الأربعة فإنها تمثل جمع القلة وبالنسبة لي جمع الكثرة فأوزانه كثيرة فهناك وزن فعل مثل حمر ثم فعل كغرف وفعل ككبر فعل مثل قطع ثم وزن فعلة فعلة كصحرة وفعل كجرحة وعلى وزن وزن فعلة كدببة وفعل ككلمة عزل وفعل ككلمة نواب ثم فعل كجمال وفعول ككلمة شهود فعلان ككلمة غربان وفعلان ككلمة قطبان وفعلاء ككرماء وفعلاء ككلمة أعزاء إذن هذه هي الأوزان جمع الكثرة ويجب حفظها لكي لا يتم الخلط بينها وبين جمع القلة إذن جمع القلة فيه أربعة أربعة أوزان فما غيرها فهو جمع الكثرة أنا مر إلى حصة أطبق وأوظف أحول من المفرد إلى الجمع الكلمات أب أم أخ ثوب مصباح فأب جمعها آباء أفوا جمعها آباء أم جمعها أمهات وأخ جمعها إخوة أفوا إخوة ثوب ثياب أو أثواب أثواب ثم مصابيح جمع مصباح أملأ الجدول قلم جمع التكسير أقلام ووزنه أفعال وهو ينتمي إلى جمع القلة صبي جمعها صبية وزنه فعلة وهو أيضا جمع القلة مصباح مصباح جمعها مصابيح مفاعل وزنه ثم هو جمع الكثرة حبل جمعها حبال على وزن فعال ثم نوعه جمع الكثرة كما رأينا في ما سبق بأن إذا خرجنا على هذه الأوزان الأربعة في جمع القلة فما دونها فهو جمع الكثرة فعلة أفعلة أفعال وأفعل هي جمع القلة فما دونها فهو جمع الكثرة ونمر إلى السؤال الثالث أحول ما هو ملون إلى الجمع قدمت الجائزة إلى الفائز لا يأس مع الأمل اذهب خلف حلمك في تحدي إذن فنحولها إلى جمع بالنسبة لي قدمت الجائزة قدمت الجوائزة إلى الفائز ثم لا يأس مع الأمل أي لا يأس مع الآمال آمال جمع أمل بالنسبة لي اذهب خلف حلمك في تحدي اذهب خلف أحلامك في تحدي وجمع حلم هو أحلام وجمع جائزة هي جوائز وجمع أمل هو الآمال وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر